نحن قلنا من السابق أنه معنا مرشح من الطيار رئيس طيار مش مرشح ولكن نحن حكينا بالأسماء مع الفرنسيين ومع غيرهم من القوى بيحكي باتريك دورال مع جبران بيسيل؟ ليش من بيحكي مع جبران بيسيل؟ ما بعرف لأنه فيه تلاقي معنى أنه كان فيه رسالة أوصرة باتريك دورال عبر سيمو أبي رميا إلى الوزير بيسيل ما بعطيه هذا الشيء يعني أبدا دقيق علاقة للوزير بيسيل مع الفرنسيين جيدة 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 جدا فينا نقول والتواصل قائم وهذا الموضوع ما بينفي أنه نائب سيمو أبي رميا يلتقي فيه وهو يعني شخص من الأساسيين بقنوات التواصل اللي بتتم بين الوزير بيسيل والفرنسيين أحد هذه القنوات هو النائب سيمو أبي رميا يلي هو كان عيش بفرنسا ويلي بتمتع بعلاقات مع الفرنسيين جيدة جدا وما فيه شيء أصلا ما فيه أي شيء أنا بستغرب نروع على جو أنه الفرنسيين عبي هددونا بإسليمان الفرنسيين مش هيك القصة بتصير ولا هيك الأمور بتصير ولا المقاربة الفرنسية بس كيف تفسر أنه هلقد أنه اليوم الفرنسيين عم يعملوا معركة الإسليمان الفرنسيين غير مستعدين أنه حتى بتتخلي عنها أنا سبق قلت لك أنه محاولات إيصال إسليمان الفرنسيين ستتم بكل الأسلحة ويمكن أحد هذه الأسلحة الموقف الفرنسي يلي عم بيحاول أقناع الأطراف الداخلية والخارجية بهذا الموقف ولكن كل الناس فرنسا دولة ما بتشتغل عواطف لما بتشوف أنه ما فيه إمكانية لإيصال إسليمان الفرنسيين سنذهب للبحث عن مرشح آخر وهذا شي طبيعي يعني ما بيكون الموقف إلا بهذه الطريقة ونحن لما منقول أنه اليوم ما عنا مرشح معلن مطروح ولكن هذا ما بيعني أنه نحن مش حكين بالأسماء لا مع الفرنسيين ولا مع بقية الكتال السياسية والأطراف بالدخل اللبناني فمن هون مش مظبوط أنه ما فيه أسماء يمكن مش متفقين نحن والأفريقاء الآخرين بالمعارضة على أسماء يمكن ما قدرنا نتفهم مع حزب الله على حوار حول الأسماء لأنه بعده متمسك بترشيح إسليمان الفرنسيين ولكن هذا الشيء ما بيعني أبدا أنه نحن ما فيه أسماء نحن للبحث نحن اسم واثنين وثلاثة محترمين وموجودين وجاهزين ومشاريعهم من دون ما نسمى في عدة أسماء لأنه ما بينفع تسمية بس ما فيه لائحة صارت كل الأسماء فيها تقريبا يعني من من هذه الأسماء أنت تدعمه ما بينفع ما بينفع طب إلا كرامين إذا أرتي لي ما رح لك أنا لا ما بينفع اليوم فكرة أنه ما بينفع اليوم أنا أحكي بالأسماء ولا التكتل يطرح أسماء طالما ما فيه تشابك أو ترابط بيننا وبين كتل أخرى على هذه الأسماء لما بيصير فيه اتفاق مع فريق آخر على هذه الأسماء منكم بلشنا إذا بدك نكبر عملية جدية الطرح طب هل فيه تواصل؟ هل فيه تواصل مع الكتل الأخرى؟ اليوم هذيك المرة سموا أبي رامي أقال فيه تواصل مع القوات اللبنانية أكيد فيه تواصل مع كل الكتل اليوم الموقف السياسي بيفطرد أنه يصير فيه تواصل ما بتسدق أنت أنه فينا نحنا والقوات اليوم ونكون بنفس الموقف الرافض لإنتخاب ستيمان فرنجية وما نروح نحكي مع بعضنا اليوم مع هذا الشي خارج إطار بس دايما القوات بتنفي أنه أنتوا عم تحكم مع بعضكم يمكن فيه أن ينفوا بس أنتوا عم تحكموا نحنا عم نحكي معهم وهذا الشي أنا مش عم بطرح اليوم مش عم بقول أنه عم تصير اجتماعات مباشرة إلى علاقة بالملف الرئاسي ولكن الحكي قائم على أي مستوى وكيف وليش هذا الشي شو بتركيه خلينا نتركه إذا بدك لا المعنيين فيه عنه عنه بس مش من الطبيعي أنه يكون الموقف هل أدي مشترك وما نكون في حكي نحنا والقوات هذا الشي خارج السياق وخارج إذا بدك علم السياسي علم السياسي بيفطرد أنه في ناس حاملين نفس الموقف لازم يتفقوا مع بعضهم على توحيد الموقف أو على التنسيق بما خاص هيدا الموقف